صليب عثرة ويسبي سبايا إذن ده شخص عظيم هذا هو المفهوم البشري أما الصليب غير كده خالص الصليب في موت وفي إهانة وفي عار وفي انكسار وفي التضاع فالإنسان بطبيعته لا يميل إلى هذا المفهوم لكن يميل إلى العظم وبيستصعب فكرة الصليب ولا يستسيغ فكرة الصليب يعني مثلا بكون أتكلم مع أشخاص أو مع ناس وأنا بالنسبة بالعكس الصليب رمز التطحي يعني شخص يعني فعلا شجاع وضحى لكن مثلا لما ابتصل عند موضوع الصليب يبتدي عارف في نوع من عدم الرحاف أنا مرة اتنين مدامات قابلوني في الطيارة قاعدين جنبي نحب جدا المسيحية هم غير مسيحيين ونحب المسيح بتاعكم اللي مولود اللي على حضن العذرة مريم قلت لها بس اتصالها بقيت لا موضوع الصليب ما نحبهوش فيحبوا المسيح بتاع المعجزات التعاليم لكن بتاع الصليب أمر صعب ففكرة الصليب عند البشر غير مقبولة لأنها لا تتماشى مع تفكير البشر لدرجة أن أشعية ألف أشعية أخمسين يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنا ذراع ذراع الصليب صعب أو على التفكير البشري لأنه الإنسان لا يقبل فكرة التضحية والاتضاع والتنازل دايما الإنسان يمجد الشخص اللي تعالى والذي يتعظم والذي يزبح الآخرين ليس الذي يضحي لآجل الآخرين حتى بطرس واحد من تلاميذ الرب لما الرب قال لهم أنا رايح أرشريم عشان أموت قال له حشاك يا رب الموضوع ده مش ليك أبدا إحنا عايزين مسيح قائد ومنتصر وملك يغزو البلاد وإحنا كمان نبقى جنبيه عزماء ولم يعرفوا أن الله ليس فقط الله تعالى لكن الله تنازل عشان خاطر يضحي لآجل البشرية